أهلا بحضر لك مرة تانية في الآلف رمضان وخبر كل السوشيال ميديا كتبته النهاردة وكان خبر اليوم تعيين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب وتوجيه الشكر لفنجادة وإيهاب جلال طبعا هو خليفة كروش كان فيه يعني أحداث كتيرة جدا خلال الأيام اللي فاتت هل مدرب أجنبي هل مدير فني مصري لكن استقر وقرر مجلس إدارة اتحاد المصري لكرة القدم في جلسة يوم الثلاثة النهاردة برئاسة الأستاذ جمال علام تعيين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال الفترة اللي جاية كمان قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر للبرتغالي في إنجادة المدير الفني لاتحاد الكورة وزي ما قلت لحضراتكو يعني كان النهاردة كان فيه طبعا مؤتمر صحفي ليه طبعا لإعلان عن طبعا تعيين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب المصري خلال الفترة اللي جاي طبعا كان خبر مهم جدا يا فارس وكلنا كنا منتظرين أو كان فيه كلام كتير خلال الفترة اللي جاية هل مدير فني أجنبي هل مدير فني مصري والنهاردة طبعا التحاد الكورة بيعلن رسميا تولي المهمة الفنية والإدارة الفنية لمنتخب مصري للكابتن إيهاب جلال مهم جدا القرار وسرعة القرار فيما يخص أن أنت داخلين على تصفيات وداخلين على تحضرات مهمة للمنتخب ولكن يا كابتن هاني حابب أبدي رأيي في الموضوع في حاجة يمكن أنا عندي مشكلة مع كل ما هو تابو الحاجة مفهوم التابو اللي هو الحاجة اللي ما ينفعش تقرب منها أو تتكلم فيها أكيد يا جماعة كلنا بندعم أي مدرب للمنتخب المصري وده شيء مش محتاج أن احنا نقعد نبرره ولكن بشوف في العالم كله الناس بتتناقش في اختيارات المدربين وفي تعيينها ما بيبقاش الموضوع لا ما ينفعش نبدي وجهات نظرنا أصل الاختيار لا الموضوع نسبي جدا اتحاد الكورة السابق اللي عين كابتن حسام البدري هو اللي أقاله إذن الأمور تخضع للنسبية تخضع لوكات النظر أنا عايز أقول حاجة أنا ما شوف كابتن هاني إن يمكن حتى كنا لسه بنتكلم قبل ندخل الهوى من الفاصل وتحرك بتسألني عن الميول الخاصة بأوروبا فقلت الحركة منشستر يونيتد منشستر يونيتد عنده حاجة بيعملها مؤخرا وهي رارف رانينج بيقعد مع انترفيوز مع مدربين كتير جدا بيتكلم في استراتيجية النادي استراتيجية الملاك طبيعة وأفكار المدربين دي هل تلائم سياسات النادي ولا لأ تلائم الطموح اللي عايزين نوصله ولا لأ أنا أعتقد ده ما تمش لا ما تمش وخلي بالك يا فارس خليني برضو تعال أنا وانت بس نشوف نشوف وليدي العطار طبعا المؤتمر الصحفي اللي أعلن فيه اتحاد الكورة لتعيين كابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر لسه المؤتمر مش جاهز ده مهم نرجع له ده مهم نرجع له لأن أنا تاني بقول أن مش مشكلة منتخب مصر أو الكورة المصرية هو المدير الفني المدير الفني للمنتخب الأول أنا في اعتقادي ده آخر نقطة لازم نتناقش فيها تاني وبقول وبعيد ومن خلال شاشة قناة النادي الأهل يمكن أفارس في الأسبوع اللي قبل اللي فات كنت بتكلم المشكلة يا جماعة مش كروش يعود ولا يمشي المشكلة يا جماعة مش مدرب أجنبي ولا مدرب مصري المشكلة الحقيقية هي في أن ما فيش خطط مستقبلية للكورة المصرية والكلام اللي بقولوا ده عبر السنين ويمكن غير يقالوا لكن مهم جدا وأنا كنت شايف أن هي دي الفترة المناسبة جدا 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 للاتحاد المصري والمسؤولين عن كورة القدم أنه يطلعوا بخطة مستقبلية مشروع تبشي عليه الكورة المصرية لغاية عشرين أربعة وثلاثين أنت بتتكلم في 12 سنة عندك تلاتة كاس عالم جاي فهاب جلال مصري بعض الناس آه ده تمام بعض الناس لأ أجنبي كل دوت إحنا آسف في اللفظ إحنا بنتحك على بعض مش ده هو الحل مش ده هو اللي حيدينا يعني أولوية لمنتخب مصر أنه يوصل كل أربع سنين كاس عالم مش ده اللي حيبني فريق أو حيبني منتخبات على مستوى الشباب ومنتخب أولومبي قوي يقدر ينافس على مديلية أولومبية مش هو ده مش المدير الفني أو جنسيته احنا بنتكلم على مشروع وبنتكلم على استراتيجية لازم تكون واضحة للقرى المصرية خلال الفترة اللي جاية وزي ما بقول وانت يا فارس قلت طبعا طالما تم تعيين الكابتن إهاب جلال لازم نكون كلنا مساندين لهذا القرار وندعم الكابتن إهاب جلال خلاص بقى رسمي الكابتن إهاب جلال على رأس القائمة أو على رأس الإدارة الفنية المنتخبنة وبالتالي كل الدعم ليه ما فيه شك لكن تاني بقول وعيد مشكلة القرى المصرية ليست هي مدير المنتخب أو مدرب المنتخب للفريق الأول ولكن لازم نبص القدام شوية ما نحصش تحت رجلينا المشكلة يا فارس نحنا بنبص تحت رجلينا ودايما عندنا مشكلة تانية نحنا إزاي نرضي الرأي العام ده برضو أنا ضده تماما أنا مع فكرتك إنك لازم تحط استراتيجية أنت عايز إيه خلال العشر سنين اللي جايين هو بس إلا كابتن هيني أنت مش حكاية من دي أنت عايز إيه خلال الشهرين اللي جايين ده الحد أول مبارح كان أعضاء اتحاد الكورا نفسهم بيتكلموا في أسماء مختلفة أهل أجنبي هل مصري أنت عملت إمتى الانترفيو عملت إمتى شوفت رؤيك يعني كابتن إهاب جلال مدرب كبير ولكن هل أنت بتشوف مثلا كاتحاد كورا إن النسق التدريبي اللي بيختلف من مدرب لآخر بتاع كابتن إهاب جلال اللي قائم على وحدات تدريبية كتير جدا عشان تحفظ شكل معين في البلد بتدرج بالكورا مناسب لتجمعات المنتخبات اللي بتكون على فترات قليلة هل طرحت السؤال ده أنا يا فارس برضو مع المناقشة المدير الفني الفري الأول المنتخب مصر هيعمل إيه مش هي دي قصتي صدقني فحرك بتتكلم على التدرج الهيكل بالكامل أنا بتكلم على على الناس لازم تشتغل لمدة عشر سنين تحط بلان لمدة عشر سنين من ضمنها وتطلع تقول للناس يا جماعة والله إحنا إحنا حطينا بلان خلال عشر سنين الجاية هنشتغل على واحد اتنين تلاتة المرحلة الأولى إن شاء الله هنعمل فيها واحد اتنين تلاتة من ضمنها من ضمنها أن أنت توصل لأمم أفريقا وتنافس مش لازم حتى تأخذها لأنك عايز تبني عايز تبني فريق إحنا التارجد بتاعنا إن شاء الله كاس العالم ستة وعشرين وكاس العالم تلاتين وكاس العالم أم 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 figura أو تلاتين وتختلف الأهداف كاس العالم ستة وعشرين إحنا إن شاء الله نوصل ونعدي دور المجموعات كاس العالم تلاتين لا إحنا إن شاء الله نكون موجودين في دور الثمانية كاس العالم أربعة وتلاتيناذ ليه لا إحنا نوصل لا نصف النهائي ده الثموحة للناس عايزة تسمعه وتبدأ تشتغل على ده إحنا مش أقل من يعني مش أقل من يعني مش عايزة نقلل من نفسنا لأ عندنا الإمكانيات وعندنا الفورس وعندنا المواهم. لكن محتاجين نشتغل. نفسك كابتن هاني. فيما ينبغي أن يكون. اللي حراج بتقوله فيما هو كائم بالفعل. ما هو كائم بالفعل. إن عندنا نيلو فنجادة. الراجل اللي كان موجود مفترض عشان يبقى مستشار. هو مع تعيين المدير الفني بيمشي. يبقى اللي حراج بتقوله كله. إن كان مفروض الراجل اللي بيجهز الاستراتيجيات. هو أصلا النهاردة بيمشي. تعالنا نروح للمؤتمر الصحفي. طبعا وليد العبطار. ومؤتمر صحفي لتقديم الكابتن إيهاب جلال. كمدير فني لمنتخبنا الأول. نشوف مع حضرتكم. اتماع مجلس الإدارة انتهى من دقائق. وكان فيه قرارين مهمين جدا. القرار الأولاني هو تعيين كابتن إيهاب جلال. مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني الأول. وتوجيه شكر للمستر فنجادة. عن الفترة اللي قضاها في الاتحاد المصري. وقد فيها بكل جهد. ونشكره جدا. نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد الكورة. هم دول القرارين الأساسيين. اللي اتخذوا النهاردة إن شاء الله. لو أي حد عنده أي سؤال. تحت أمرك. كل تفاصيل العقد مع كابتن إيهاب لسه يبقى فيه جلسة ما بين كابتن إيهاب وما بين مجلس الإدارة. عشان تحديد التفاصيل للجهاز المعاون، التوقيتات، كل الحاجات دي هتبقى لاحقة إن شاء الله. يعني خلال يومين اللي جايين دول إن شاء الله. وهنعلن باقي التفاصيل سواء جهاز أو مدة أو. هذا برضو تفاصيل الجهاز. أفنم؟ لسه ده لسه تحت المناشة دلوقتي وفيه أكتر من حد برضو إن شاء الله المجلس في جلسته الجاية بإذن الله هيتحدث. مصر ولا أجنبي؟ الاثنين مطرحيين. طبعا لسه عندي كلامي إن مش مشكلة الكرة المصرية مدير فني أجنبي ولا مدير فني مصري. مع كل الاحترام لكل الأسماء اللي حتى ترشحت لهذا المنصب. ولكن مشكلتنا هو في الخطط المستقبلية. مشكلتنا هو في الاستراتيجي. إزاي نحط خطط مستقبلية. نبدأ من تحت. نبدأ من قطاعات النشئين. نبدأ من المسابقات على قطاع النشئين. نبدأ بصورة الدور المصري عاملة إزاي. نبدأ نفكر في المستقبل بشيء جزء كبير منه علمي. ونحط الناس ونبدأ نشتغل. ولكن للأسف ما زننا في دايرة مغلقة. إن إحنا بنلف وندور حولي نفس الدايرة. وللأسف كمان يعني أكيد كل الدعم لكابتن إيهاب. دا داع بر السياق تماما. ولكن تبقى مشكلة الكرة المصرية في طبعا التخطيط للمستقبل بشكل علمي. نحن يا كابتن إيهاي ويمكن تسامت حضرتك مع فكرة رحيل فنجادة. مع تعيين المدير الفني. دا بتدل إن إحنا بعيد جدا عن الرؤية اللي حراك بتتكلم فيها. كنت متفق تماما مع حراك زي منتخبات زي بلجيكا. ومنتخبات كتير جدا كان عندها اللي حراك اتكلمت فيه حرفيا. أسبانيا بلجيكا ألمانيا نشتغلوا بالمشروع دا. وأنا بتكلم على ثلاث بلاد على مستوى عالي جدا جدا. بتكلم على أسبانيا اللي ما كانتش بتوصل لأمم أوروبا. بدأت توصل اللي وخدت أمم أوروبا 2008. وخدت كاس عالم 2010. بنتكلم على ألمانيا اللي خدت كاس العالم 2014. باتكلم على بلجيكا من أفضل فرق على مستوى أوروبا دلوقتي. كل الناس دي من خلال الخطة ومن خلال استراتيجية حط. والناس بدأت تشتغل عليه. مش سنة ولا اثنين ولا ثلاثة بدأوا يشتغل عليه من أربع لثمان سنوات لعشر سنوات. وبالتالي بقى خلاص عندهم الموضوع بقى أوتوماتيك. العجلة دايرة بشكل مباشر دون السقوط في دايرة النسيان. وحتى لو حصل دروب على سبيل المثال المنتخب الألماني حصل دروب في 2018. وارد ولكن الخطة ماشي زي ما هي. اختلاف الأفراد ما عندناش مشكلة. لكن طبعا السياق العام ماشي بشكل علمي كبير. يعني اتمنى توفيق للقرى المصرية بشكل عام. نتمنى نروح للحتة دي. وللتفكير ده فكرة أن انت بتبص على مصلحة الكرة من بعيد. لك